السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الإعزاء من الصفين العاشر والسادس أهلاً وسهلاً بكم صفرة حدث اليوم طبعاً بالصف العاشر لدينا أكشن باك يونيت 7 and 8 الوحدة السابعة والثامن من منهاجكم الأكشن أما بالنسبة للصف السادس فرح نحكي بالوحدة 12 إذن إحنا يا سادس بالوحدة 12 رح نحكي اليوم عن إشي اسمه Defining and Non-Defining Relative Closes إذن رح نحكي عن Defining and Non-Defining Relative Closes هي عبارة عن جمل الوصل المعرفة وغير المعرفة لنفهم أكثر لدينا بداية ضمائر الوصل اللي هم Relative Clothes اللي تحدثنا عنهم بالأجزاء مثال على ذلك Where, Who, Which, When, وهم طيب إنت هدول الRelative Closes هدول ضمائر الوصل اللي حكينا عنهم إنت بعتبرهم Defining إنهم معرفين وإنت بعتبرهم إنهم Non-Defining يعني غير معرفين نيجي للDefining تضيف إيش أنا قصد بDefining؟ إنها تضيف معلومة هامة لا يمكن حذفها أي لا يمكن الاستغناء عنها ويجب أن ننتبه إنه لا يوجد فواصل طيب أنا مش فاهم إيش غزك من الأمثلة خليني شو We helped the boy who couldn't find his bag إحنا ساعدنا الولد اللي ما قدر إنه يلاقي حقيبته طيب إذا بدي أحذف هذا المقطع يلا We helped the boy Who طيب أنا بدي تكملة مش قادر أستغني عن الجملة Who couldn't find the bag أنا ساعدت الولد اللي مش قادر إنه يلاقي حقيبته طيب هون The man وتركت فيش تكملة The man طيب وين تكملت الجملة؟ تكملت الجملة جداً مهمة فباجي بحكي The man who is standing there is my father آه والله الرجل اللي واقف هناك والدي إذا أنا عم بحكي عن جزء الثاني من الجملة اللي هي الجزء اللي بيجي معا جملة الوصل هاي الجملة بتكون مهمة لأنها بتعرفني إيش الجزء الأول يعني ما بقدر إني أنا أستغني عنها يامس نشوف الجملة اللي وراها That's the girl هاي البنت هاي هي البنت طيب وين تكملت الجملة؟ Who spoke to me yesterday هاي هي البنت اللي حكت معي مبايح إذن المقطع الثاني أتم إيش الجملة الأولى إذن هل المقطع الثاني أنا بدأ أسألكم هل المقطع الثاني مهم لوجود الجملة الأولى؟ نعم مهم لأنه بيعرفني تتمت الجملة الأولى أو المعلومة اللي أنا بديها طيب non-defining بالضبط العكس non-defining تعتبر جملة غير معرفة إيش يعني غير معرفة؟ يعني هاي الجملة بتضيف لمعلومة مش مهمة إيش يعني مش مهمة؟ يعني لو حذفتها ما بتأثر لي على الجملة اللي هي عبارة عن معلومة إضافية إذا شلتها ما بتتأثر الجملة لاحظوا أيضاً بكلمة non-defining قبل شو حكينا defining non-defining non-defining شو أنا عاملة فوق حرف ال-NN عاملة فاصلتين راح تشوفوا كمان شوي فواصل بال-non-defining بتحلددلي إنه هاي الجملة non-defining تمام؟ إذن بميزهم أصلاً عن طريق إيش الفواصل نشوف مع بعض علي علي has two sons طيب لما أنا أجي أحكي لك علي has two sons علي عنده ولدين أنا علي عنده ولدين أوكي تمام المعلومة التامة بكمل who live واذهم اللي بعيشوا معه طيب لو شلتها أثرت إيش على الجملة ما أثرت إيش على الجملة ونلاحظ إنه أنا إيش عندي عندي كما إذن الجملة non-defining غير معرفة الجملة non-defining يعني غير معرفة لدينا أيضاً عمر عمر who lives in the USA is the hero of the play تمام عمر لاحظوا بعد عمر فاصلة who lives هاي الرلة البرناوناس who lives in the USA اللي بعيش بالولايات المتحدة كمام وهي فاصلة الثانية طبعاً إذن عمر اللي بعيش بالولايات المتحدة هو بطل البلاي المسرحية أوكاي طيب شو عنا إذن شلنا who lives in the USA خليني نشيلها مع بعض ها عمر is the hero of the play انتهت الجملة الجملة واضحة الجملة تعتبر غير معرفة لما شلت هذا الجزء مفهومة إذن لما أجي أحكي عمر is the hero of the play عمر هو بطل المسرحية تمام إذن الجملة مالها تامة ضفت عليها معلومة عمر اللي عايش بالمولايات المتحدة هو بطل المسرحية أيضاً المعلومة مالها برضو تامة إذن هاي المعلومة غير مهمة فبيمكن إن الأشي لها فتعتبر جملة non-defining وملاحظوا حكينا وجود الكوماز عمان which is a big city is the capital of Jordan عمان هي كوماز عمان اللي هي مدينة كبيرة تعتبر عاصمة عاصمة الأردن صح؟ طيب لو حكيت لكم شلت هاي جملة كاملة عمان is the capital of Jordan عمان هي عاصمة الأردن مفهوم المعلومة؟ طبعاً مفهومة إذن هاي المعلومة معلومة إضافية نوع الجملة non-defining طيب ميس كيف بيجيني أنا بالكتاب كيف بيجيني أنا بالامتحان؟ بيجيكي ميس بس تحدد لي هل الجملة تعتبر نوعها defining معرفة ولا non-defining غير معرفة طبعاً حكينا الاستدلال بطريقتين الطريقة الأولى إذا شفت أنا كما إذا شفت فاصلة أو فواصل إذن الجملة non-defining إذا ما شفت إذا الجملة defining هذا واحد اثنين إذا شلت المعلومة وما أثرت لي على الجملة إذن هي non-defining إذا شلت الجملة وأثرت لي على المعلومة إذن هي defining and that's all for today thanks for listening teacher Reham al-Ghammas always with you